بمناسبة الكابتن الخطيب وجه التهنئة رئيس النادي الاهلي إلى بطلات كرة السلة في النادي لإحرازهن لقب السوبر المصري بطولة مهمة جداً الاهلي فازن بارع على سبورتنج السكندري 73-61 في نهاية قوي جداً فريق سكندري فريق سبورتنج واحد من الفرع القوية في كرة السلة استحق فريق الاهلي تهنئة الكابتن محمود الخطيب اللي حرص على تهنئة لعبات الاهلي والجهاز الفني أشاد بالروح العالية للعبات الاهلي وإصرارهن على افتتاح الموسم بلقب جديد يؤكد على التفوق المستحق خلال الفترة الأخيرة ده استمرار لهذا التفوق من هذا الفريق وقال كابتن خطيب أن التتويج بالسوبر المصري يحمل الفريق وجهازه والفني مسؤولية كبيرة في البطولات القادمة للاستمرار في التواجد على منصات التتويج والحفاظ على المكانة التي يستحقها النادي الاهلي شوف البطولة دي أهميتها إيه تأتي في إطار اعتذار نجمة النجمات مش في النادي الاهلي في أفريقيا صوراية كابتن صوراية لظروفها الشخصية والأسرية الناس كلها مترقبة هو الفريق ده تم تدعيمه وتعويضه ودعمه وبناءه إزاي البطولة دي إدتك المؤشر إنه لأ كل شيء على ما يرام ولأفضلوا يقدموا هذا المستوى بإن الله الفريق ده يكرر إنجاز اللي حققوا قبل كده ويمكن أكثر إيه إيه